صباح مصري أصيل صباح شعب مصري الجمال أحلى صباح عليكم يا بلدنا الجميلة برحب بكم في حلقة جديدة من حكاة ولاد البلد بشكركم على متابعتكم في صفحة ولاد البلد بجد أنا مبسوطة جدا بالتفاعل اللي موجود وقبل ما أبدأ الكلام بصبح على زملتي شايماء صباح الخير يا شايماء صباح الخير يا أسماء وصباح الخير على السادة المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من حكاة ولاد البلد وريد نحاول نوصل لكم النهاردة يعني موضع جديدة والمشاكل اللي جات لنا جديدة يعني نحاول نوصلها للأصوات اللي تقدر تحلها لكم كان عندنا مشكلة يا أسماء قبل ما نبدأ المشاكل معنا حاجة كده الأول عيد ميلاد حفيدي فواز بقوله كل سنة وانت طيب يا رب أشوفك في أحسن حال ويجعلك بار بوالديك فواز من حفظ القرآن الكريم الحمد لله كل سنة وانت طيب عامه السابع وليلو واقع كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيب فواز عبال مليون سنة أشكركم طبعا بداية حكوينا زي كل حلقة وزي كل حاجة بنحب نتكلم فيها وهي الإدمان ملف الإدمان يا جماعة احنا مش هننسى شبابنا شبابنا مستنينكم في كتلة علاج الإدمان اقتلاف القاهرة على علاج الإدمان بالمجان على نفقة الدولة برعاية صندوق مكافحة المخدرات الشاشة عندكم عليها الأرقام للتواصل واتساب ياريت يا جماعة الرقم بتاع الكتلة بعد إذنكم تتواصلوا معنا تبعتونا صورة البطاقة في أقل من عشر دقايق بنكون بعد لكم الكود العلاج في مشتشفية الجيش أرقى تعامل أرقى فريق تمريد بجد شبابنا ما تنسوش بعد إذنكم عايزين نتعالج عايزين مصر بلا إدمان في خلال السنة دي إن شاء الله انتوا درعينا الواقع انتوا ظهرنا انتوا سندنا ليا شايماء طبعا مكين وبنوصل شكرا خاص للجيش والشرطة على التعاون في أزمة البلد اللي إحنا فيها وبنبعت شكرا خاص للكنائس اللي تبرعوا بتلاتة مليون جنيه لصالح الكمامات والزي التمريد والسندوق تحيا مصر صحيح دور الكنائس كان دور فعال تبرعوا بتلاتة مليون جنيه علشان خاطر يتفرغوا لصناعة الزي والكمامات التبية بنشكرهم وهي دي مصر محروسة هي دي طبيعة المصرية طبعا ألف مليون تحية للجيش الأبيض نرفع له الشابو ونقول له شكرا شكرا مش كفاية عليك الجيش الأبيض بجد ناس تحملت عنا المرض تحملت إنها تعالجنا خطرة بحياتها الجيش الأبيض يعني ملايكة الرحمة يا شايماء طبعا ده دور الجيش والشرطة ده دور بلدنا دورنا احنا رقا دورنا احنا كشعب أهل بلدنا الحلوين أنا طلبة منكم طلب يا جماعة إحنا مش جمعية خيرية إحنا مش بناخد تبرعات إنت من نفسك انزل ساهم شوف جارك شوف أهل حتتك من اللي محتاجه وديله خبط على جارك شوفه محتاجه وديله في الأزمة اللي احنا فيها دي اللي معاه يبدي اللي معهوش ساعدونا وساعدوا أهل بلدكم مش عن طريق حد مش لازم تروح عن طريق جمعية انتوا عايزين إيه عشان أقدم لكم إيه ولا تبرع لكم على حساب إيه لا انت انزل بنفسك حطوا أدوكم بعد تعاون نتعاون مع بعضينا ونساعد أهل بلدنا عايزين نخبط على جران حتى لو ما نعرفهمش نخبط عليهم لأنا ما عرفش ظروفه إيه لكن لازم أقوله محتاج حاجة كل واحد في مكانه أضرب ناسه لو أنا نزلت الشارع هلاقي ناس كتيرة قوي محتاج شباب يا أسماء شباب قاعدين من أشغالهم دلوقتي ومش لقين شغل مش عارفيني أكلوا عيالهم مفيش جنيف جيبهم يعني ظروف البلد مش بتحمل إحنا نحاول نساعد بلي نقدر عليه لا تقدر عليه يعملوا يعني مع جرانك مع منطقتك انزل منطقتك شوف اسأل من المحتاج من المعوش ياكل دلوقتي صحيح ساعد بلدك عايزين نعمل تحية خاصة جدا بجد للجيش البرتقوني الجيش البرتقوني ده جيش النظافة في الشوارع الناس دي من غيرها إحنا هنضيع ياريتني ساعدهم شوية بلاش نرمي في الشارع على أقل ما نخلهمش يتعبوا بالمجهود الزيادة الجو خلاص داخل على أنه هنبقى حر إن شاء الله هيبقى معانا ممكن مدخلة تليفونية من أستاذ جمال خبير الأرصاد أو متخصص في علوم التقص المناخ ياريت المكالمة بعد إذنكم لإني أنا عايزة الناس تعرف إيه الجديد في المناخ والتقص عبال ما تيجي المكالمة برضو يا شيماء إحنا جات لنا شكاوي يا جماعة بعد إذنكم الفيسبوك الخاص بتاعنا ده معمول عشان إحنا نستقبل عليه كل يعني شغل معين لينا لخص البرنامج إحنا عامل لكم صفحة اسمها حكاوي لدي البلد بعد إذنكم أي شكوة أي اقتراع أي استفسار يبقى من خلال الصفحة فقط عشان نقدر فريق العمل يتواصل معاكو ونقدر نستقبل أكبر عدد من الشكاوي بالضبط كده إن موضوع الخاص ده إحنا مش عارفين نتفاعل معكم بالضبط فأنتو يعني رعونا شوية إحنا برضو لنا بيوتنا ومسئلاتنا المشاكل على الصفحة بتاعت حكاية أولاد البلد لكن بلشوا النبي تلفلاتنا الخاصة يعني أرجوكم ده يعني ده اللي بيتنا إحنا لحياتنا بس مشاكلكم على شكوى البرنامج بالضبط طبعا من بعض المشاكل اللي جات لنا شيماء المشكلة اللي جات بالنسبة للكروض شركة تساهيل يا جماعة دلوقتي إحنا البنك المركزي إدى فرصة 6 شهر للوغدين كروض في السداد فإحنا بمتمنى إن كمان تساهيل والشركات اللي هي الخاصة دي برضو تدي مهلة للناس الناس هتجيب منين مفيش دلوقتي مفيش أشغال عاديين في بيوتهم فتديهم فرصة زي البنك المركزي مدى قرار إن يزبروا 6 شهر على الوغدين كروض إنتوا كمان كشركة خاصة لازم تصبروا على أهلكم شوية يعني على الأقل زي البنك المركز 6 شهر لإن إحنا جات لنا شكوى إن شركة تساهيل راحت للناس قرار بيوتها في ستة كبيرة عندها 52 سنة كلمتني شخصيا وقالت لي يا بنتي أنا كنت ماشية في اللقصات كويس جدا طبعا أنا فجأة توقفت بلإن ظروف البلد مش سامحة فجولها البيت ويبتدوا إن هما يهينوها طبعا ده مش من أخلاقنا ولا من طبعنا فأين البنك المركزي من أصحاب المشروعات الزغيرة وشركة تساهيل ياريت إن إحنا نراعي الناس دي زي ما عملنا السماح للكروض بست شهور برضو نعمل الناس دي سماح لحد بس ما الأزمة إن شاء الله بإذن الله مش هتاخد ست شهور وتعدي بإذن الله في أقل وقت طبعا بنشكر رسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبجد يعني تعبان معانا جدا إحنا اللي المفروض نلتزم ونحب بلدنا أكتر من كده عشان نعدي من الأزمة دي طبعا جات لنا شكوة تانية آه لها بتاعت من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للتابلت السناتر زحمة بإحنا دلوقتي في مشكلة الفيروس وبتاعتها بالأولاد دي بالنسبة للتابلت والزحمة بتاعت السنترولة دي أسميه إيه المشكلة دي مشكلة كبيرة دي دي حقيقي طبعا بنقوله راعي راعينا في الموضوع دوت لإن بجد السنترول تكدس غير عادي فين الحظر بقى؟ فين الفيروس من دوت؟ إحنا لو ما فيش فيروس كورونا هناخد فيروس من أي حاجة تانية ياريتني لقي حل المشكلة الشريحة التابلت دي معانا مكالمة علو أستاذ جمال صباح الخير صباح علو طيبا بي مشكلة علو أستاذ جمال علو طيب الاتصال اتقطع نرجع نتصل بيه مرة تانية لإنه طبعا يهمنا جدا أستاذ جمال يقول لنا آخر الأجواء دخول السيف ولا لسه احنا في الشتاء ولا إدنيا بشي زيه وبرده نسلنا نقول حاجة اسمها مهمة جدا فقدل يا شعبنا الجميل جمهورنا الحبيب ياريت نلتزم بيوتنا اللي من دول مؤقتة لغاية بس منعدي من الأزمة دي بلاش نخاطر بنفسينا وأروحنا نقض في بيوتنا ونلزم بيوتنا دلوقتي لغاية منعدي الأزمة دي رجاء يعني هو التزمنا ببيوتنا يعني التزمنا بحبنا لبلدنا التزمنا ببيوتنا مش عشان إحنا معمول علينا مثلا حجر إن إحنا ما ننزليش لا هو الحجر علينا خوف علينا خوف على أولدنا على بناتنا على أزواجنا على أولادنا إحنا معمول لنا إن إحنا ننزل بس سياريت يكون فيه توعية لإن الصبح أنا يعني شخصيا ده رائعي هل الفيروس موجود لمداخلة أستاذ جمال أيها يا فندم صباح خيئ صباح الصل دكتور أسماء وصباح السعادة على كل السادة المتابعين يا ربنا يخليك أستاذ جمال طب مننا النهاردة كده جو حر شوية الصبح وإحنا جايين إيه الدنيا الله النهاردة البلاد بتتأثر بمنخفة خمسيني متنركز على شمال غرب الجمهورية بيجزب لي رياح معظمة جنوبية إلى جنوبية شرقية تعمل على اتفاع درجات الحرارة النهاردة القاهرة حوالي ستة وتلاتين درجة في الضل المحسوسة طبعا تحت أشعة الشمس في فترة الظاهرة أكون أكبر من كده إن شاء الله إن شاء الله يعني الناس تخفف ولا لسه شتاء ولا إيه لا لسه شوية ومبدئيا عايز بس أقول للسادة المتابعين إن النهاردة إن شاء الله في رمال كثيفة ومصارع على الطرق الصحراوية شمال غرب البلاد وحتى وسط الصحراء العربية نفسها رياح شديدة تصل لحد العصفة الطرابية نقدر نقول إن القاهرة ومدن الدلتا وشمال ووسط الصعيد الليلة إن شاء الله تيه غبار كثيف مستمر معنا حد الصباح إذن الله رياح ناشفة شوية معها غبار كثيف في الأجوال قاهرة بكرة إن شاء الله يحصل انخفاض يعني بمقدار ست درجات يعني النهاردة لو قلنا ستة وتلاتين بكرة إن شاء الله تلاتين يوم الاتنين حوالي سبعة وعشرين يوم الثلاثة خمسة وعشرين بالنسبة لحضرتك بتخفيف الملابس يعني يعني ما نصحش دلوقتي أبدا بتخفيف الملابس لأنه عندنا آخر الأسبوع أو الله ده سؤالي أستاذ جمال مهم جدا نبيل شعبينة ياريت الحسن كل بيخففوا وقالك الجو حرف عايزين إيه يعني بلاش نخفف دلوقتي لا لا إطلاقا لأنا أقول لحضرتك إحنا يعني إن شاء الله فين خفاض تدريجي من بكرة إن شاء الله لكن تتخيل أنها توصل حرارة آخر الأسبوع بالقاهرة حوالي واحد وعشرين درجة بالنهار بالليل ممكن تبقى في حدود 11 أو 12 درجة يعني الجو هي هيبقى فيه تقلبات عشان برضو الأطفال أو الناس اللي هي بتخرج في الصباح الباكر وكده لو يا أستاذ جمال عشان ما يختلطش الموضوع عن إني هيتعرض لدور برد جديد فهنبتدي نهلة إنه هو يكون كورونا بالضبط طب يا أستاذ جمال هالدرجة الحرارة ديت فعلا بتأثر على موضوع كورونا؟ والله فيه فيه أراء كتير من الباحثين لكن هو في الغالب مش هتقتل الفيروس لكن هتحد من النشاط هتحد من النشاط هتحد من النشاط الفيروس لكن مش هتقتله بشكل كانت أستاذ جمال الرياح الرياح دي طبعا هتمنعنا شوية إن إحنا نطلع من البيوت فده كده معمولة من رب العالمين لوحدها الحمد لله وإحنا كده كده والله عمالين نقول الناس في عقصة بيتها الدولة أخذت وبلاش التكيفات متألية أستاذ جمال برضو مش كده؟ بلاش نقول على التكيفات دلوقتي خالص أكيد لازم الناس تسمع الكلام يا دكتور أسماء ولازم الناس تستجيب للإرشادات والتعريمات اللي وصلت كلنا في مركب واحدة يعني عايزين كلنا نعدي المرحلة دي بخير وسلام إن شاء الله يعني الناس اللي ما بتستجيبش والناس اللي تخرج للشواطئ أو اللي بيخرج من غير ضرورة خدت بقى لحضرتك أنت كده بتأذي نفسك وبتأذي أسرتك وبتأذي مجترعك وفي الآخر بتمثل عبق على الدولة صحيح لطباء الممرضات الجيش الأبيض كله في حالة طوارق مستمر 24 ساعة طب الناس دي إحنا ناخد بإيدها ولا يعني نتسبب لهم بأدر لا لازم نساهم معاهم طبعا وإن إحنا خايفين علينا وإن إحنا نوعي الناس ولازم الناس تستجيب علشان ما ندخلش في مرحلة الخطر صحيح صحيح شكرا يا أستاذ جمال ودايما معانا في حكاية ولاد البلد شكرا يا أستاذ جمال عمد داخل بتاعتك طبعا جات لنا مشكلة أنا شخصيا بجد ما نيمتنيش يومين طبعا مش أي مشكلة بالجنة بنعرضها جزافيا لا إحنا طبعا بنتصل وبنتأكد وبنعرف إن المشكلة قائمة أو صحيحة عشان خاطر ما نستمعش لكل الناس أو أي حد مخنوق من حد يقولك أنا عندي شكو لا طبعا حتى لو حد زهقان من حد متخانق مع حد فيه عنده مشكلة بسيطة يقدر يحلها بنفسه ما يرجعش البرنامج هيتقال على الهوى ونقدر نعمل منه زعزعة لا لازم نتأكد ونتحرص صدق في كل شكوى بالجنة ألا وهي دار الأيتام دار الأيتام بقالنا فترة عمالين نسمع إن دار الأيتام البدائل للأهالي للأمهات البديلة مش قادرة تكون أم بديلة متهيق لي لو أنا مش قادرة أكون أم بديلة أقول أنا مش قادرة الوظيفة دي مش تنفعني جت لنا شكوى من دار أيتام في العاشر من رمضان فيها بنت عندها 17 سنب البنت دي أكبر بنت في الدار البنت دي شافت سلبية من سلبيات الدار فصورتها وبلغت النقطة أو النجدة بيها وجم خدوا البنت وحققوا في الموضوع يفاجئ السيدات المشرفات المحترمات الأمهات البديلة يتهموا البنت بعدة اتهامات مش عارفة أساسا جالهم قلب إزاي يتهموها قالوا مدمنة قالوا غير عزراء قالوا حامل قالت بتسرق طيب لو البنت عندها كل ده أنتو فين أصلا يا دار أيتام لو البنت فعلا حتى عندها ده أدي أول سلبية دينكو مش تديني البنت تربيتهم تربية الدار نفسية حاجة تانية طبعا تحقات النيابة أكدت أن كل ده باطل والبنت فدلت محبوسة 15 يوم بنشكر سيادة النائب العام حقق بنفسه وأمر بإخلاق سبيل البنت وإدحها طار أيتام أخرى طبعا بنشكره جزيل الشكر لأن هو كده حد جدير بالكرسي اللي قاعد عليه أب فعلا فرجاء يا دار الأيتام اهدوا علينا شوية اهدوا على الناس دي شوية كفايا هي ملهاش أسرة كمان ما يبقاش ليها حضني دمها 17 سنة تتحبس 15 يوم وتتهم كل هذه الاتهمات ياريت ياريت بعد إذنكم شوية رقابة معانا مكلمة الخط في أصل كان أستاذ شريف المحامي ياريت نتواصل معاه تاني بعد إذنكم أستاذ شريف محامي البنت لحد ما يتصل علينا شايماء دار الأيتام احنا عمليين نستقبل رسائل كتير من موضوع ده وجيها لهم رسالة يعني احنا أمهات يعني هقول إيه يعني رعي ربنا قبل أي حجرة رعي ربنا يعني أطفال طالعا مش عايزة أقولك أكيد يعني أنت أم هل اللي قاعدين مع الأولاد دي أم ما هي ما فيش ما فيش حد هيعمل بالأسوة دي اللي ما تكون واحدة ما جربتش حالانا ندنا أو أنها تكون أم حتى لو ما جربتش هي أنسة ما عندهاش رحمة ما فيش رحمة أنسة الأنسة دي ربنا خلقها فيها رحمة موادة وسكينة دي بالفترة إنها بالفترة كده ما بتشوف طفل بتعتبروا ابنها لوحدها لا دي إحنا نتكلم على الشكاوة ده كتير إحنا جاهل أنا جاهل شكاوة كتير جدا ده كمية الأسوة اللي بتشوفها الأطفال في دار الأيتان صعبة جدا والله تبكي والله تبكي طيب عندنا إيه تاني من المشاكل بعد إذنك اللي جات لنا مش مشاكل تاني خلاص كده بالنسبة طيب فيه برضو موضوع تاني ألا وهو القانون الجديد الإجارات للناس اللي قاعدة حاليا من الشغل طيب ما نديها سامح شوية هتسد هتسد والله مفيش حد حابب إن هو ما يسدش بس هي مش مقزمة مع الكل مش مع المستأجر بس مع أنا مدخلة أستاذ شريف صباح الخير صباح النور يا فندم إزاكي أستاذ شريف الحمد لله يا فندم أخبر حضرتك الحمد لله تمام أستاذ شريف محامي البنت اللي أبتلع عليها يا طرى إيه الموضوع يا فندم الله يا فندم هو على كلام البنت تمام يوم حضرت معها تحقيق أجل في المحكمة وقالوا لي إن فيه بنت من دار أيتام تمام معاش محامي تمام ومعاش أي حد تمام طلط أمرها تحضر معها تحقيق وقال لها إيه اللي حصل فقالت إن هي كتبتصور الأكل بتاع الدور بيتباع والدور راحت عملت فيها محضر إن هي كتبفوق الصدح عشان تنتحر وإن هي سنوات الختامة وإن هي بتصور زميلها بملابسهم الداخلية طبعا حضرت معها التحقيق فرغنا الموبايل بواسطة النيابة العامة ما لقيناش أي حاجة بالكلام ده كلها إفتراءات كلها كله كلام مرسلها فن تمام بس الحمد لله النائب العام طبعا بنشكر النائب العام أول ما الموضوع اتعرف تمام أصدر قرار سريع جدا بإخلاصة بين البنت الحمد لله الحمد لله وإدعاء دار أيتام أخرى آه البنت حاليا في دار فداية العجوزة فن طب الحمد لله طبعا بنشكرك لأن انت برضو نموذج من المحامين الشرفاء أولاد مصر اللي لما شافوا حالة مستدعية ده مش شرط ان انا اكون محامي ليها مخصوص وقتل المكتب ودفعت فلوس لا انا تبرعت بنفسي وده طبعا بنشكرك عليه يا ابن مصر الغالي شكرا ربنا تكتبني شريف كنا بنتكلم على القانون الجديد وبقول لأصحاب الشواء انتم أجرينها أو محتاجين فلوسها أكيد ولكن في أزمة لازم نكون كلنا مع بعض نكون ايدينا في ايد بعض أتمنى تكون في رحمة شوية مع بعض معانا مكلمة بشكركم طبعا وأتمنى ان كل شكويكم واقتراحتكم تكون على الصفحة النهاردة حلقتنا بتتكلم عن الاقتصاد وعن كيفية عبور أزمة الاقتصادية الراهنة في الوقت الحالي فاصل ورجع لكم مع دفنة إن شاء الله كل الناس بتقول يا رب واحنا كمان بنقول يا رب يا رب خرجنا من الأزمة دي على خير إن شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل مع المستشار أحمد حزين الخبير الاقتصادي أهلا بك يا رب أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير يا سيدة صباح الخير يا سيدة أسماء منور الدنيا بنا خليك طبعا كلنا بنتكلم في الأزمة الراهنة وهي أزمة كورونا الأزمة دي ترى أثرت طبعا هي أثرت على الاقتصاد العالمي والداخلي كلمني عن حضرتك عن الموضوع ده لإن السؤال ده طبعا مهم أولي سيدة مشاهدة شوفي أولا يعني دي أزمة مش أزمة عادية ولذلك أطلق عليها في العالم كله لفظ بنقول جائحة يعني بتكتاح حدود بتكتاح جنسيات ما فيش حاجة بتوقف صحيح وبالتالي يجب يكون التعامل معها على نفس هذا المستوى إنها حاجة غير مرئية وما تقفش عند أي حدود يعني فيش دولة تقدر تقفل على روحها ولا أي حاجة بالزبط ونمرت اتنين لما بنيجي نتكلم الأول يعني الجزء الأولاني لازم يبقى معالجة هذه الأزمة مش بس حذر وبعدين سلوكيات وثقافات بعدين الشعوب وإمكانيات بعض الدول في دول عندها يمكانيات في الدول ما عندهاش يمكانيات لذلك هنا ببساطة عشان أكفز بس على اللي أنا عايز أقوله إن أنا النهاردة عندي مناطق بدأ يظهر فيها الفيروسات في بعض القرى فأنا بعمل لها نوع من الحجر الصحي عندي بعض الأماكن بفضل الله ما أكثرها ما ظهرش فيها الفيروسات برضو يجب أن أنا أعمل لها نوع من الحماية على مداخلها ممكن أحط أحدات حرارية عشان بداية أقيها أعمل لها عملية الوقاية ولذلك يعني مثلا أنا على سبيل المثال محافظة زي محافظة السويس محافظة طرفية نهائية فيها خمس مداخل مدخل القاهرة عنده ومدخل إسماعيلية ومدخل البحلح ومدخل جنوب سين خمس أجهزة حرارية على هذه المداخل وده ندقل وزيرة الصحة يعني يخليني في حالة من الوقاية من حاجة وهكذا وبالتالي المعالجة والمعاملة مع هذا الأمر محتاج تضافر كل الجهود زي ما أنت حظرك في المقدمة زي ما هنيجي في الجزء الاقتصادي صحيح بنك المركزي خد خطواتها والهالج دلوقتي ومجلس الوزراء خد خطوات وهكأو فيه خطوات تانية أهمة وبالتالي يبقى لما بنتكلم دلأول على الجزء الصحي كمان الحظر اللي موجود من بعد الساعة سبعة وللمرة المليون بقولها من منبرك ده حظر صحي مش أمني يعني السادة الأفاضل اللي موجودين في يعني البيوت ونازلين أنت بتحمي نفسك وبتحمي غيرك مش مستني فرض الشرطة كتر خيره أنه يمنعك أو ما يمنعك على المقابل كمان على فرض الشرطة أنه يبقى بيتعامل مع بعض الأحداث لأنه ظهرت في الأيام اللي فاتت بعض الأمور نكون احنا عارفين النهاردة أي وباء أو أي حروب أو أي حاجة البناء آدم بطبيعته بيحصل له حالة من الخوف حالة من الخوف فحالة من التجاه إلى ربنا وعجب يبقى فيه الحالة والخوف وبالتالي الاستثمار مرتبط الاستثمار لا ياذب إلا للمناطق الأمينة بالتالي النهاردة عندي حاجة اسمها إيه طباطق الاقتصاد على مستوى العالم احنا كنا من بعد الأزمة المالية في 2008 مؤملين مع بداية 2019 دينا تنفرج لحكمة لا يعلمها يعلمها ربنا بقينا قدام هذا الأمر علينا أن احنا النهاردة نعرف أنه عندي 3-4-5 خطارات لابد أن يتم اتخاذها احترازية أن النهاردة لما البنك المركزي نزل معدلات الفايدة لأننا عندي هيحدث طباطه في الاقتصاد الاستثمار هيهرب من الأسواق ويروح على الذهب وفيه مشاريع كتيرة كمان طبيعي من تبتحمي من عايزة تعملي حذرة عشان الاختلاط وبالتالي تبدأ تتاقف الأنشطة الأنشطة لما تبدأ تتاقف دورة السوق هيحصل لها نوع من الانكماش حيبدأ يظهر أثارها بعد فترة إحنا المفروض لنأخذ إجراءات احترازية زي النهاردة لما كل دول العالم نزلت الفايدة ليه عشان البعض كل قرار اقتصادي له جانب إيجابية وجانب سلبية بنقيسه إزاي إن الجانب الإيجابية تفيد العدد الأكبر يعني هيجي بعض الموضعين النهاردة يقول لك أنت قللت الفايدة علي فقللت مدخلاتي بس أنا على مستقل اقتصادي الكل أنا عايز أحافظ على المنشآت ما أحصلهاش تعصر ما أحصلهاش إنها تخرج برسوق فهتعمل بطالة والأسعار ستترفع وهكذا كمان النهاردة نتيجة إن إحنا بقينا بندقى الوقت لظروف صحية فبقي حجم الطلب في توقيت واحد أعلى من حجم العرض البعض اللي بيتكلم المفروض النهاردة الغرف التجارية جهاز حماية المستهلك التومين كل جهاز هتلاقي زي ما بنقول النهاردة وسيفكم في أول المقادمة بتقديق وجهة وتحية للجيش الأبيل اللي هو الدا كترة والجيش الأسفل هو السادة وهم عاملين أداء يشكروا عليه كترة ألف شروع دي بقى توضح لك إنه كل مجال في الدولة إحنا محتاجين زي ما بنحتاج قط مسلحة زي ما تحاجي الشرطة إحنا كلنا مجموعة إحنا مجموعة إذن كلهم لما بيجي مجاله له التعظيم ولازم نعذب طب وكل من البيئات دي دور كله بيئات دور وبالتالي يجب نما نيجي نتكلم النهاردة زي ما دول بيئات دورهم طبعا إحنا بنتكلم على إنه الأزمة دي هزت البنية الصحية في دول يعني أقوى مننا بكتير لازم نتكلم كلام بمتصرحة إحنا البنية الصحية عندنا على قدنا وبالتالي لازم تبقى فيه بجانب إننا النهاردة لازم أقدم لها نوع من المساعدات فهرجع بقى للأثر لإقتصاد إنه قد الدولة في البنك المركزي لما أخذ 3% أكبر حد مدين هي الحكومة المصرية في أزون الخزان لما بنزل 1% يعني بأوفر على خزانة الدولة 56 مليار جينيه فايدة 3% بتعمل 168 واجه الرئيس 100 مليار لدعم بعض المنائل زي وزارة الصحة زي التموين 4 مليار وقوة العاملة عشان تطلع الفلوس للناس اللي عملها المؤقتة وبالتالي النهاردة برغم إنها أزمة وفيها مشاكل فيها بعض الحاجات اللي ممكن ناخد منها إيجابيات في خليط ده ده إنما ينزل البترول من 67 دولار ل25 دولار الدولار الواحد لما بينزل بيوفر 4 مليار دولار ما دي نقطة هنتطرق لها بس أنا عايزة أوصل الأول للاقتصاد الاقتصاد النهاردة ماشي ما هدي نقطة بتاعت لطبعا الناس عايزين لغة العامية ما نحك ألمك لقوة في اقتصاد العالمي وتأثيرها أنا معاكم أنا معاكم فأنا النهاردة على مستوى العالم عندي تبطء آه والعالم كله دلوقتي قرية كونية كله بيأثر في بعضه محدش يقول صحيح أنا بيجدعي الصين تلت اقتصاد العالم فيها ولما بيبقى فيه حالة من الرواج أنا بيزيد دخل القناة لإني بتعدي فبيعمل لي إيرادات تمام الأزمة دي بتصيب حاجتين بتصيب بعض المواد زي يعني نتيجة هبوط الانتاج في البترول بقيل والإيرادات بتتأثر يعني لوقتي السياحة هتبقى بطيئة عندي مرور قناة يبقى بطيئة عندي عاملين في الخارج في وهكذا وبالتالي لازم أعمل بقى خليط أزمة أن أنا عندي الإيرادات هتقل صحيح وبالتالي أنا كمان يعني دولة عندي ظروف بعد قعدت الهيكلة وتحرير السياحة للصرف عندي شوية مشاكل فلازم أن إحنا النهاردة نقول الآتي أنه الناس تبقى فاهمة أنه إحنا بنحاول نقلل عمليات الإنفاق أيها بالضبط يا شيبا حدت أن إحنا نهاردة بنتكدس على السوبر ماركت والسوق فأنا نهاردة بطلع خارج أكتر من اللي باحل عندي أنا ما عنديش أزمة هتمنع أنه يبقى فيه كل حاجة متوفرة ففيش ده أنا أستهلك اللي موجودة عشان ما عملش ضغط في بعض السلح إحنا كمان بنستوردها والاستغلال بقى مفيش حاجة تستدعل ده لكن أنا أقولت لك في الأول نظرية الخوف فهنا الرسالة بتاعتني يقولي يا جماعة قال لل لأنك أنت اللي بتساهم دون أنتدري برفع الأسعار طلب الزيادة عشان أنت بتقولي بصة أنت وخمسة أنت نفسك نفسك اللي بتشكو من جشع التجار لو أنت النهاردة بتبيح حاجة وعليك ضغط مضطر ترفع أسعار ده نسق إنسان وبالتالي إحنا في إدينا اللي نقدر نستغنى عنه اللي نقدر واللي بناخد على قد كمال حاجات موجودة إحنا عندنا كل حاجة مفيش داعي نحن نضغط مرحة وخلي باتك إحنا على كل سلام طبيعينا على مقربة من رمضان وطبيعي السلعة بالزيد في رمضان اللي هي نظرية السوق عرض وطلب مطلوب من الشعب المصري بشكل عام لأننا عند كمان الجزء التاني عند بعض الناس تضررت اللي هي عمال الميام والأنتك تتكلمه ويجب أن تكون هذا وقت المبادرات الصغيرة وهذا وقت المعدن المصري وهذا وقت الجماعات الأهلية وهذا وقت الأحزاب وهذا وقت كل حد عايز طبعا وإنه واب ورجال الأمال فيه يعني ده النهاردة إحنا بنحارب مش بنحارب عدو يعني حربه أرضا حنحارب حياة وموت صحيح فيجب الناس قل لها اللي كان طالع عمرة يتفضل يتبرع وهياخد نفس الجزاء وأكثر اللي طالع حج طبعا أخذ بالك اللي أهل الخير معا وكده كده حضرتك كان جزء المالي ده طالع لنا عمرة خلاص سنطلعه للخير وتحساب لي عمرة ربنا يرضع عنك ما أنت لو تبرع تحساب لي كمان بالزبط أكثر من كذا داع وبالتالي هنا التكافل والتضامن الاجتماعي مش بس حتى مسألة دينية كمان يعني دي مسألة اجتماعية لأن في الآخر أنا مش في مأمن أنا مش في مأمن من الجنبي يعني يعني لو أنا حتى جوة يعني خلقها على واحد تتكر يا زحمة الموضوع دوت الأزمة دي هتطول أكتر من كده ولو طولت هتأثر أكتر من كده على الشعب آه شوفيك عشان نبقى أنا بحب أتكلم بوضوح هي أصلا التلت الأولاني من هذا السنة أو النص الأولاني ده كل التقارير العالمية لأنها صابت فرعين صابت الإيرادات في كل الدول والبورصات والأسهم والحاجات دي وصابت أن أنت لأتي بتعطلي بعض قوة الانتاج عشان تعملي عملية أن ما يحصلش انتشار فأنت النهاردة عندك هيحصل حاجة من الهبوط في الانتاج هيبقى نأثره بعدين يعني بعد شوية الحاجة التانية لسه إحنا النهاردة بعض الدول بتحاول يعني في ظل زي الصين يعني النهاردة بدأت تنتقل بيت النهاردة إيطاليا وأمريكا وإحنا في الأسبوع التالي تقول العلمي يعني برضو عشان الجمهور برغم احنا مية واربعة مليون بفضل الله برغم تعب المنظومة لكن الحمد لله بساتر ربنا بس ده يحتاج مننا أن احنا زي ما كنتم بتقوله ما تروحش توقفوا كده بالطابير على بتاع البريد وبتاع جماعة القصة أنك أنت مش أخذ بالك أنك ممكن كنت رادي عشان النهاردة حضرتك أنت عارف حضرتك أنا أول اللي بيرحك كنت في الماركد أمم أمم في الماركد عايز ده بقى اللي نتكلم فيه في سلوك شعب بالزبط جنب أن النهاردة في بعض القرارات لابد اللي بياخدها يبقى عنده نوع من الرؤية يعني أنا النهاردة أما باجي عشان أقل الكمية الأموال بحاول أحد من عمليات السحب بس أنا لازم فيمسلوك شعب أنه اللي عايز عشرين ألف جنيه من حسابه حينزل أربع مرات يعني أنت مش هتقلله بدلا من خطوة يتكليه ينزل بالزبط يعني لازم برضو نقول الكلام اللي لنا واللي علينا اللي هو الحد السحب عشر تياس أنا مجدك هنزل على أصلاح السلع كده كده متوفرة في نقطة تانية يا شايمان أني أنت في لحظات الخوف في لحظات الخوف دائما بتحب يبني جنبك يعني فيلوس جنبك حيث لا ولد يتعب حيث لا كذا يتعب لازم يبقى فاهمين كلام سلوكيات الشعب يعني متخذ القرار ما يتخذ القرار ومتخذ المسألة نظرية يعني لازم وننبه عليه ونوضحه يبقى احنا بنقول الجزء الأولان علينا النهاردة إن شاء الله يعني إحنا بإذن الله هنعد منها على خير لكن لازم ناخد الإجراءات الاحترازية الصحية إنه بنقول إيه اللي زي ما انت بتقفل القرية أو المدينة لقد الله من باب التحاوط كمان تحافظ على الأماكن اللي ما فيهاش حاجة يعني حضرتك بترشح اللي هو إن احنا يكون في حظر كامل لفترة صغيرة لا حظر كامل لسبب ده هيشل حركة السوق خلينا لبقى ناس عملي بالضبط أنا عايزة عارف أنا فهلا مقدرش أعمل حظر كامل ليه يا بسيزة أسماء أنا البلاد اللي عاملة حظر كامل عندها وحدات مجهزة زي الدليفوري سواء من الجيش أو من الشرطة قادر يروح وقادر يتواصل معك خلاص عندي قطاعات لا عندها وسيلة اتصال ومش عندي ايش فلوس تجيب يعني بتستنى من التكافل الاجتماعي فمش هينفع تطبيق بالعبس نازم إحنا الالتزام لكن أنا النهاردة لو بقولك أنت خاف على نفسك يعني ما تخافش علي يا سيدي خاف على نفسك طبيعي وخطوط الانتاج طبيعي لأنك أنت النهاردة ما أنا بقولك لقتا أنا بقى عندي بطء في الانتاج مش المصنع لقتا نعمل فيه ورديات بالزبط الحكومة نفسها بدأت تعمل شفت عشان نقلل التواجد ما هو كل دول المفروض أنه منتجين خدمة أو صناعة أو زراعة أو غير بالزبط فبالتالي بعد شوية هيبدو الأثر ده أن أحكمل معروضة عندك من الطماطم من البطاطس من نتيجة النقل وكذا وكذا خلاص في الوقت اللي أنت فيه في المرحلة دي للسادة اللي بيخزنه هتستعلك مدخراتك لسه في المشوار طويل فهتيجي تطلع بعد شوية هتلاقي نفسك صرفت رحم كده على المستوى الفرد وبالتالي هيحصل حالة إيه اسمه ركود اقتصاد ده بقى بخاف عليها أنا في الاقتصاد العامل إنه إحنا لسه مش حمل إنه الأنشطة الصغيرة توقف مش حمل إنه إحنا نضيف بطلة تاني مش حمل إنه إحنا ناسك جعليز بتبطلك كده كده عندنا عالية مش حمل إنه إحنا نرفع فاتورة الاستيراد لأنه صحيح لما تعاش عندي إنتاج محل بيغطي هنضطر نجيب وإحنا عندنا أزمة آآ أعمالية في الإقراض وبالتالي دي مسألة مهمة جدا مفيش حاجة هتختفي يا سيد يا مواطن مفيش حاجة هتختفي خد على قد احتياجاتك مش بقول لك ده من باب ده أنا بقول لك ده من باب حتى مدخرتك أنت ومن باب إنك ما تعملوش ضغط على السوق تمام فتخلوا الطلب أعلى ألف مرة من العرض تقول لي فيه آآ جاشعي لا مش جاشع أنت اللي ديته الفرصة نتخليه جاشع لأن الطلب بقي كتير على الكمية الصغيرة ده أولا نمرتين لا المسألة هتطول هتطول لأنها أصابت كل الاقتصاد العالمي أنا النهاردة يعني أزمة البترول والكل بيتابع بترد يعني وقود يعني في النقر في الكهرباء 80% من الكيلو وضع وقود وهكذا كمان الدولة يجب أنها تستفيد من هذا ده ندأ مني أنا شخصيا على مسؤوليتي النهاردة الفرق اللي حصل لك أنت كنت مقدر سعر برميل الوقود في الموازنة الحالية اللي هي لسه ما خلت صدش 67% في الموازنة اللي دخلة 3661% أنت النهاردة 25% أي نعم بنعمل عقود أجلة والكلام ده المختصين فاهمينه فأنا عندي وفرة 40 خلاص فأنت جزء من هذا المبلغ اعمل بيه في موازنتك موازنة طوارئ عشان المتضررين وبتوع الميومة وبتوع الأهاوي والناس دي هتطلع متضررة بيجب أنك توجه لي بحيث تحافظ على طبقة معينة من الوسطة ما تنزلاش طبقة الفقر لأن لا تحتمل مصر وننزل فيها طبقة الفقر طبعا حضرتك بالنسبة الخبير اقتصادي فأنا عايزة رسالة موجهة لرب الأسرة وربة الأسرة اعملي إيه عشان تمشي بموازنة سليمة في عجالة لأن أنا أسفة طبعا الانترو طويل عشان خاطر المشاكل اللي جات لنا لكن أنا عايزة أوصى الرسالة بجد يومياتك تمشي إزاي شوفي هو باختصار شديد أمكان أنا قلتها لأنك تت عايزة أقول حاجات تانية أهم لكن عشان وقتك نمرت واحد واحد النهاردة في العالم وفي مصر تحديدنا عشان ما يبقاش المدخيل بتاعته هتقل صحيح في الغالبية العظم فخد بالك إن الدخل بتاعت مش حيزيد ده حتبتك خبق معينة أقل لكن ده في ناس ما حاش خالص لسه أنا أتكلم أهو ده ضيفي بقى اللي معهوش خالص فأولا نمرت واحد ده هيؤدي ببساطة إلى حالة من الركود في الأسواق ببساطة عشان جمهورك الطيب يعني مش هتقدر يبجيشت وليه هعمل كعك في رمضان مش هتقدر يتقولي إن أنا حتى ربنا يسطر يعني ما لابس العيد لإن فحافظي على مدخراتك بإنك عشان ما تتعليش بعد يا سيدة الفاضلة ما فيش حاجة هتتمنع من السوق ما فيش حاجة هتختفي كل حاجة متوفقة بس ما تخزنيش لإني اللي هتخزنيه هتخزنيه الأسبوع هترجعي تشتري تاني هتلاقيه برضو في السوق مش هتخزنيه مئة سنة يعني صحيح وبالتالي لو أنت فهمت داي بقى في الدالة ما تخلوش الطلب زي وبالعكس آه الأصال هتقل المسألة لسه حتطول بتأثيرات مش عليك أنت أو على رب البيت أو ست البيت مباشر لكن بطريق غير مباشر يعني حضرتك إن الناس تعيش يوم بيومها آه تعيش يوم بيومها ما فيش حاجة ما فيش حاجة ما تكبروش متخز القرار إنه يعمل حظر كامل والإزدحام اللي في الماركت دا ما لوش داعي ما لوش داعي مش لسه هي بتقول في المؤدنية هو الفيروس بينام بالليل وبيصحب النهار يعني ولا العكس بالزبط بالزبط هي موضوع وعي فالناس لازم تفهم دا الحاجة التانية يعني الوقاية خيروا من العلاج يا جماعة هو الفيروس مشكلة ولا قدر لأنه بسبب حد أجلس التنفس وإحنا ما يعني أمريكا أقوى الدولة في العالم بالزبط خلاص عندها أزمة في أجلس التنفس بالزبط فبدل مناصل للمرحلة دي لا قدر إن شاء الله مش هنوصل لها إن شاء الله يبقى بنقول نخفف الزحام على قد استطاعتنا نخفف عملية الشراء والتخزين لأنكم بتخلقوا أزمة وإنتوا اللي بترفعهم آه ياريت ونبي وجيه بقى لشعبنا خلاص نبرد تلاتة إنه لازم تفهم كويس قوي هي بفضل الله محروسة والدول الأفريقية معظم ما جلاش ده لدرجة الحرام ودخين على خير أنا مش كمير طب يعني لكن في الآخر بقليل من العقل إن إحنا ما نعملش ضغط لأن أنا بقولك لسه كمان سبقين وحضراتكم عارفين في رمضان كل سنة في الأمور العادية بتيجي الحاجة تزيد في أول رمضان لإني الطلب بي هنيجي نقول بقى حاجة تاني إن إحنا نحاول يعني ده بقى رجاء للسادة مجلس الوزراء أكثر من القرارات الاحترازية مطلوبة للحفاظ على الاقتصاد المصري للمفروض يبدأ نموه لإن أنا أهم حاجة عندي أهم حتى من شركات الاستثمار الكبرى المستثمر المصري في القطاعات المتوسطة والصغيرة اللي بتاع الدواجل وبتاع الجبنة عايزة حافظ عليه ما يقفلش ما يتعصرش بالضبط الخطوات اللي اتخذت في البنك المركزي لأنه كل ما بقال التمويل تكلف التمويل هخلي الناس تستطيع عشان الناس ما تطرش تصرح عمالة وبالتالي اللي زعلان من إنه فايدته قالت يا سيدي أيوة فاديتك قالت ماشي على مستوى مدخراتك ما بقولش لأ ربنا عينك بس فايدة البلد بشكل كامل من خفض الفايدة ده للصالح العام أنا ممكن أنت تيجي تاخد فايدة أعلى وتروح تشتري نفس المنتج بثمان أعلى بس عشان نفاهم الناس وبالتالي المطلوب النهاردة اللي احنا بنقوله دول إنه لسه قدامنا وتقالت في كل الدنيا ده تعافي منه هياخد سنة تعافي الاقتصادي فسنة يعني 12 شهر يعني بالراحة كده على روحك علشان نقدر نخرج من هذه الأزمة اللي إن شاء الله مؤشرتها آه بالتأكيد في بعض الملاحظ يعني في المتابعة وفي العمل وكده للناس قيمة على أكثر جهد منها لكن علينا إحنا كشعب نساعد كمان ونبقى أكثر مرونة إن الموضوع طويل جدا أما التأسات الاقتصادية ده عايزة حلقتين شكرا لك كاسيات المستشار والخبير الاقتصادي أحمد خزيم طبعا للأسف حلقتنا وقتها انتهى ولكن عندي جزئتين بسرعة جدا عايزة أشكر منفذ الوطنية اللي بيع المنتجات في حدية الأهرام البوابة الأولى اللي بجد التزامه بالأسعار ووجود كافة المنتجات عنده الحاجة التانية فيه استغاثة سريعة عايزة أقولها نتمنى من أستاذ محمد إسماعيل وزارة التموين بأسيود بتنفيذ تأشيرة الصريحة من معالي وزير التموين بسداد تأمين عشر شكارة باسم صاحبة المخبز زهرة عبد الله المكان ده في دير الجندلة بنشكره بنشكر طبعا أستاذ محمد فتحي والأستاذ محمود ممدوح عبدالغفار مسؤول عن شؤون المخابس بالمدرية ومدير الرقابة أستاذ مصطفى عبدالحكيم وجميع موظفي المدرية أتمنى أن صوتنا يوصل لكم والست تروح سيدة زهرة تسدد الإيصال وتستلم الشكارة بتاعتها عشان تبدأ المخبز يرجع تاني ودي تأشيرة صريحة من وزارة التموين بنشكركم أنا عندي طلب بقى خاصة من ما تختمي للسيدة وزيرة الصحة من فضلك من فضلك احنا في محافظ السويس مش طلبين منك أكتر من خمس وحدات حرارية على مداخل السويس 109 من القاهرة ومن اسماعيلة وبحل أحمر ومن النفق لأن السويس آمنة بدرجة عالية جدا وجو نجاف فرجاءا للسيدة الوزيرة خمس وحدات حرارية على مداخل السويس الخامسة إن شاء الله ده رجاء في نهاية حلقتنا بنشكركم على المتابعة ونتمنى إن احنا نكون بنغطي كافة الأمور ونعتذر لو ما قلناش كل الشكاوي ولكن بنوعاتكم في حلقات تانية جاية هنقول أكتر وأكتر بنرحب بيكم على صفحة البرنامج أولاد البلد حكاية أولاد البلد بنشكركم للمتابعة شكرا إن شايماء شكرا إن أسماء بنشكركم ويا رب بنكون أسعدناكم وإن شاء الله ما شكلكم الحلقة في الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا إن سيادة المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا إن شاء الله